في الحقيقة مصر مليانة مواهب في كل المجالات اللي بتتخيلوها وخصوصا في ما يتعلق يعني انشئنا الحديث عن ما يعرف بدولة التلاوة مصر ما فيهاش يعني ناس تلوا القرآن كده بشكل عادي لا دي دولة دولة حقيقية قدرت ان هي تسلم جيل بعد جيل وليها شموخ وليها قدرة على التواصل وسرها في بساطتها في تلاوة الآية بشكل بسيط احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لان النهاردة معانا نموذج مشرف جدا النموذج ده هو الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم كامل الشيخ محمد قدر ان هو يحصد المركز الثاني في جائزة بريكس الدولية ايوها زي ما سمعته اكد على اسم المنظمة جائزة بريكس الدولية هي جائزة عقدت في دولة روسيا لتلاوة القرآن الكريم وبطبيعة الحال القارئ المصري يحصد المركز الثاني من وسط قراء العالم كله اكيد يعني مسابقة كبيرة ومهمة على مستوى العالم شارك فيها عشرين دولة او قراء من عشرين دولة وكون ان حد من مصري حقق مركز متقدم فيها ده شيء نفخر به كلنا خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن المسابقة وازاي ادر الدكتور محمد يحقق المركز المشرف ده هنسمع منه تجربته اهم المحطات اللي مر بيها كمان في رحلته لحفظ الكرآن الكريم معانا كمان هنسمع منه ايه اللي يقدر يقدر يقدمه للشباب اللي بيطمحوا انهم يحققوا نفس الانجاز يا دكتور محمد بنسعد بوجودك معانا اهلا وسهلا بيك اهلا بحضيتك اهلا دكتور محمد عايزي نعرف بداية ازاي شركت في المسابقة المسابقة دي لتلاوة الكرآن الكريم وليست لحفظ الكرآن الكريم بتسمعوا يعني ايات من الذكر الحكيم وانتم اللي بتأدوها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واصلي واسلم على صفوة خلق الله سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمين اولا برحب بحضرتك وبرحب باستاذنا الكريم وبرحب بكل مشاهدي برنامج صباح الخير يا مصر اللي انا سعيد ومتشرف وفخور بان انا اطلع في برنامج زي ده ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم يا رب ودايما مهتمين بدولة التلاوة وبأهل القرآن وبقراء القرآن وبالشباب الناجح في كل المجالات ان شاء الله بالنسبة للمسابقة انا كنت ممثل جمهورية مصر العربية في هذه المسابقة واللي رشحتني وزارة الاوقاف اللي انا بفخر بالانتساب ليها لان انا في الاصل امام وخطيب في وزارة الاوقاف المصرية الوزارة رشحتني يعني امثل مصر في المسابقة ديا وهي زي ما حضرك تفضلتي هي اسمها جائزة بريكس الدولية للقرآن الكريم كانت بتعقد في دولة روسيا على مدار خمسة ايام كانت مسابقة خاصة بالتلاوة في مسابقات بتبقى خاصة بالحفظ وفي مسابقات بتبقى خاصة بالتلاوة هم كانوا بخلونا نختار ارقام عشوائية من واحد لعشرين بعدد الدول المشاركة كل واحد بيختار رقم عشوائي بالتالي بيظهر له مقطع معين من القرآن الكريم فبالتالي احنا بنقرأه بنساستمه طبعا ونقرأه بالقراءة المصرية الجميلة وكانت القراءة المصرية ولازالت طبعا محطة انظار الجميع بفضل الله تبارك وتعالى قراءة المقطع عرضت على اسد زيتي على مشيخي في كل المجالات سواء في احكام التجويد سواء في الوقف والابتداء سواء في المقامات الصوتية والتنقل النغمي والحمد للهربعين كنت فرحان قوي وسعيد جدا بس كان الحملة قيل قوي وانا رايح لسببين السبب الاولاني ان انا عايز انا قارئ للقرآن فعاوز امثل القرآن بشكل صح وبشكل سليم وفي نفس الوقت عايز افرح بلدي وعايز افرح الناس اللي وشحوني واكون صورة مشرفة لبلدي حاسس ان انا لما ارفع عالم مصر وامثل مصر واكون مشرف لمصر في تلوة القرآن وفي المسابقة اكيد مصر هتفرح بي واكيد الدنيا كلها هتفرح بي واكيد انا هكون فرحان بمصر وفرحان ببلدي وفرحان انا رجعت منصور لان النصرة هنا والفوز مش لشخص محمد عبد الكريم هو لمصر كلها فانا لقيت الفرحة ديا في عين معالي وزير الاوقاف الستاذ الدكتور اسامة الازهاري وهو بيشهد تكريمي في روسيا وكان فرحان اوي اوي وقال لي انت ممثلتش نفسك انت ممثلت مصر وقال لي انا داعم ليك على طول الخط تكمل نجاحاتك في تلوة القرآن الكريم قدي ايه الانسان الطموح اللي بيحب بلده وبحب قرآنه وبحب دينه قدي ايه كنت فرحان اوي وبكيت وقلت ساعتها يا رب بيحفظ مصر بالقرآن يا رب يا رب يا رب كلامك جميل وبيخش القلب على طول بني حفظك زي الايات القرآنية الجميلة اللي يعني اعلام دولة التلاوة عندنا بيوصلولنا رسائل القرآن الكريم بيها ايه هو سر التجويد المصري يعني رغم ظهور عدد كبير من مدارس القراءة سواء في الخليج او في المغرب او في الشام الا ان المدرسة المصرية تظل مدرسة متفردة وسرها زي ما قلت كده في بساطتها تعليقك يا مولاني القرآن نزل بمكة وقرأ بمصر جملة اتعلمناها من صغرنا لكنها فعلا بتتحقق انا كنا بنسمع الكلام ده لكن انا لما رحت روسيا وسافرت قد ايه عرفت ان الدنيا كلها بتحب مصر وحتى من مقابلتهم حتى القارئ المصري له دلال وله جمال والسر زي ما حضرتك قلت في عدم التكلف ايوه قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ايوه اذا زاد الامر عن حده انقلبه الى ضده احسن صحيح بمعنى لو انا مثلا كقارئ انا اتكلم في مجالي لو انا مثلا استخدمت النغم المفرط او المقام المفرط فبالتالي ضيعت الحكم التجويدي احنا عندنا في القرآن احكام تجويدية مد ستة حركات اربح حركات اظهار اقلاب اضغام اخفاء كذا 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 كل حاجة لها حدود لو انا بقى اخدتني الجلالة كده وزودت في النغمة شوية ممكن اضيع الحكم لا القارئ المصري مش كده القارئ المصري عارف للقرآن حقه درس درسنا في الازهر ان التجويد هو اعطاء الحروف حقها ومستحقها والسر التاني وكمان عايز اخليه الاولاني مش التاني بجد الاخلاص الاخلاص هو سر الله الاعظم الفرق بين قارئ وقارئ ليه القارئ ده مسموع وليه القارئ ده محبوب وليه القارئ التاني برضه ما هوش عنده نفس القبول ليه قال لك الاصوات ثلاثة هناك صوت يسمع اخره وداني دي وهناك صوت يحس وهناك صوت يسمع ويحس ويدخل الى القلب زمان زمان كانوا أبأنا وأجدادنا البصات قوي كان يقول لك الشيخ ده حس وحلو مش صوته حلو الكلمة كانت بتتقال كده حس وحلو يعني ايه يعني بيدخل للقلب ازاي عارف انه بتكلم عن الجنة فهيبقى لها مقام معين فرحة وبشرة وازاي انه بتكلم عن النار فيبقى لها مقام معين صبر مثلا فيحزن التلاو ده كله مراعاة لأحكام التجويد اللي هي الأصل احنا عايزين نسمع بقى مراعاة أحكام التجويد الأصل وحارك تقول لنا قرأت ايه وتليت ايه في المسابقة نسمحها حاضر شيء منها طبعا لان المقطع كان طويل كان طويل وكان مقطع واحد فقط كان مقطع واحد مكون من صفحة ومص يعني دينا دلالة اي 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 تين علشان نوصل الرسالة للجنهور اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا الله ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بوته يسألونك كأنك خفي عنها قل إنما علمها علد الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله اللظيم حسنت يا مولانا كناش عايزينك تختم والله يا دكتور كلامك يعني أو كلام ربنا سبحانه وتعالى طهما يدخل القلب ولكن صوتك فعلا أحكام التلاوة زي ما قلنا أو أسلوب التلاوة ليه طريقة في أن أنت توصل كلام ربنا بشكل بسيط إلى القلب وده يمكن اللي راهنت عليه الناس تكلمت عن التلاوة المصرية هناك هل وسط يعني 20 دولة من دول العالم بتقرأ القرآن هل كان هناك أحاديث أو تعليقات عن دولة التلاوة المصرية؟ أنا من ضمن اللقاءات اللي عملتها هناك في روسيا كان لقاء مع التلفزيون الروسي فكان الكلام ده قبل محسوب على المركز يعني قبل من نتيجة بان بعد التلاوة على طول بعد المسابقة قالوا لي احنا كنا الوزارة لما وشحتنا بعتت مقطع فيديو لكل دولة بعتت مقطع فيديو عشان خاطر الناس تسمع يعني هناك وكده فبالتالي أنا كان مبعوت لمقطع فيديو كنت سجلته وكان في نفحات عالية أول لإني سجلته في مسجد مولانا الإمام الحسين جميل لإن أنا عضو مقرأة كبار القراء اللي بتعقد في مساجد آل البيت وكمان في مسجد مصر في العاصمة الإدارية والمهم قالوا لي قاية المزيع بيقول لي على فكرة كل الدولة الروسية وكل الشعب الروسي بينتظر وجودك أنا فكرتها مجملة فبقولوا ليه قال لي والله ما لشخصك من ساعة ما رفعنا المقطع الفيديو بتاع القارئ المصري اللي بيقرأ الدنيا كلها قالت اتلاوة فاقت التوقعات وقال لي مهما تحصل على أي درجة انت كقارئ مصري احتلت المركز الأول في قلوب كل الشعب الروسي يعني ما فيش ختام بعد الكلام ده الدكتور محمد عبد الكريم كامل صاحب المركز الثاني بجائزة بريكس الدولية في روسيا لحفظ القرآن الكريم نورتنا وشرفتنا جوه الستوديو وبرا مصر كمان شرفتنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا